الجانب الآخر أعتقد الفصائل العراقية أو الفصائل أو النشاة المسلحة المرتبطة بإيران إذا كانت تنوي نصرة غزة فأعتقد أنها أخطأت في الجغرافية الغزة الآن بأمس الحاجة إلى من ينصرها باستهداف الأراضي الإسرائيلية باستهداف اليهود باستهداف إسرائيل لغرض فك الحصار عن غزة ولغرض مساعدة غزة وإدخال المساعدات إلى غزة أعتقد استهداف القواعد الأمريكية أو المصالح الأمريكية في العراق في هذه المرحلة يعني لربما يوسع حلقة الاشتباك أو يوقع العراق في مشاكل في غنى عنها كون حقيقة الحكومة العراقية في وهن وضعف كبير ليست لها القدرة على مواجهة هذه الميليشيات المسلحة الذي حقيقة أشرنا لهذا الموضوع مرارا وتكرارا بأنه الحكومة العراقية غير قادرة على ضبط الصلاح بيد الدولة أو حصره بيد الدولة الميليشيات المسلحة قراراتها معلسة من خارج البلد وبالتالي إيران تستخدم هذه الميليشيات المسلحة لتحقيق مآرب أو لتحقيق حقيقة مصالح تخص إيران حصرا ولا تخص العراق وبالتالي هذه هي تسمى حرب الإنابة لا يمكن أن نستخدم أبنائنا العراقيين لتوظيف حقيقة مصالح الدول الأخرى هذا لا يجوز أبدا الذي يريد أن ينصر غزة فغزة معلومة جغرافيا الذي يريد أن ينصر شعب فلسطين شعب فلسطين معلوم جغرافيا وبإمكانه أن يستهدف القواعد الإسرائيلية وإمكانه أن يستهدف القواعد اليهود في غزة وما إلى ذلك حقيقة استهداف القواعد الأمريكية في هذه المرحلة في العراق سيولد العراق مشاكل أخرى في غنى عنها كشعب عراقي كلنا مع غزة كلنا مع الشعب الفلسطيني كلنا نريد نصرة غزة ونصرة الشعب الفلسطيني نعم أمريكا متورطة بدماء الفلسطينيين أمريكا متورطة بدماء أغلب العراقين والفلسطينيين لكن حقيقة يجب أن نستخدم الجغرافيا بشكل دقيق ويجب أن نستخدم التوقيت بشكل دقيق في هذه المرحلة خاصة العراق يمر بتحديات كريرة لا يتحمل أن يتحمل أعباء أخرى لربما تأتي عليه من جهات غير معلومة هذا من جانب الجانب الآخر الميليشيات المسلحة عليها أن تذهب إلى جغرائفية الصحيحة وتستهدف القواعد الإسرائيلية وتحاول أن تقدم المساعدات إلى غزة وهذا حقيقة الأمر معلوم يعني هناك ارتباط وثيق ولا تفصله فقط الحدود بين حزب الله مثلا حزب الله في لبنان وإسرائيل كذلك في مناطق في سوريا قريبة على إسرائيل بالإمكان استخدام هذه المناطق واستهداف القواعد الإسرائيلية ومحاولة مساعدة شعب غزة في هذا الموضوع هذا من جانب الجانب الآخر والمهم حقيقة يعني لطالما تحدثنا على الحكومة العراقية أن تكون جريئة وأن حقيقة تواجه هذه الميليشيات وتضع مصلحة الشعب العراقي ومصلحة العراق في المقدمة لا يمكن أن نستخدم أبنائنا لتحقيق مصالح دول أخرى لا يمكن أن نستخدم أبنائنا للحرب بالنيابة عن إيران أو بالنيابة عن دول أخرى هذا لا يجوز أبداً إذا كان هناك عمل عسكري صحيح لنصرة غزة ونصرة فلسطين يجب أن يجير للعراقيين للشعب العراقي وهذا هو معروف عنهم عبر التاريخ لا يمكن أن نستخدم أبنائنا وتوظيف دمائهم للدفاع عن إيران أو مصالح إيران ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر